على مدى أربعة أيام مصر قدمت نفسها للعالم باعتبرها دولة شابة مؤمنة بأفكار الشباب وتجاربهم وأحلامهم لبكرة من خلال التنظيم المبهر لمتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في شرم الشيخ واللي بيعد أكبر تجمع شبابي في العالم شارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المتحدثين الدوليين وممثلي المنظمات العالمية بالإضافة إلى أكثر من ألفين شاب يمثلون 196 دولة حول العالم ده غير المتابعات غير المحدودة لشباب عبر المنصة الافتراضية اللي وفرتها إدارة المنتدى للمرة الأولى واللي قدمت لجميع الشباب حول العالم فرصة متساوية للمتابعة والتفاعل مع كل جلسات وورش عمل المنتدى صحيح دينا أجمل ما في المنتدى هو عبقرية التنظيم والأفكار الشبابية اللي خرجت منه المنعشات طبعا اللي تمت خلال الفعاليات أجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والفخرة وبتعكس قد إيه مصر دولة بتنبض بالأمل والعمل دولة بتحاول رغم كل التحديات نشر خير بين شباب العالم كله وده اللي شفناه في جلسات المنتدى اللي كانت فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد البناء من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم منتدى شباب العالم مش بس منصة عالمية للحوار هو كمان طاقة أمل لكل الشباب حول العالم علشان بيتجوزوا كل التحديات ويكونوا هم صناع المستقبل بنصبح على كل اللي بيشوفونا وصباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر